بسم الله الرحمن الرحيم عندما نقول إن سكراتش لغة برمجة مفتوحة المصدر فذلك يعني ألا نضيع الوقت والجهد ونبدأ من الصفر بل يمكننا أن نكمل من حيث بدأ الآخرون مع ذكر المصدر وعندما نقول أن نضيف ونبدع ونبتكر فذلك يعني أن نخرج بفكرة جديدة من فكرة موجودة مسبقا مثال هذا عندي موقع سكراتش لو كتبت مثلا لعبة القرد نجد أنه ممكن شخص ابتكر لعبة والآخرين قاموا ببعض التغييرات على نفس اللعبة مثلا بدل من أن يكون ثناء الأبعاد جعله ثلاث أبعاد بدل أن يكون موزة مثلا جعله كرة أو شكل ثاني إذا أردنا أن نبتكر أو أن نبدع أو أن نغير في فكرة هذا البرنامج لنخرج بفكرة جديدة بداية طبعا نقصد بمفتوح المصدر بمعنى أنه يمكن أن نطلع على كود البرنامج هذا هو كود البرنامج عندنا عند تشغيل اللعبة طبعا هنا اللعبة عبارة عن تجميع الموز وعند تجميع الكعك أو هذه قطع الكيك يعمل على نقصان النقاط الموز يزود النقاط والكيك أو القطع الدونات هذه تعمل على إنقاص النقاط يمكن أن أغير في فكرة البرنامج لأجعلها لعبة تعليمية مثلا بداية يمكن أن أنزل تنزيل إلى حاسبك أنزل هذه اللعبة عندي في الجهاز ثم أشغلها هذه الآن اللعبة موجودة عندي يمكن أن أغير مثلا هذا القرد أضع شخصية أخرى من المكتبة أذهب إلى المظاهر لا أقوم بحذف الكائن حتى أحافظ على نفس البرمجة أضيف كائن آخر مثلا أريد إضافة هذا الكائن يمكن تغير المنصة أيضا أختار مثلا هذه المنصة يمكن أن أغير كل هذه الكائنات بدل الموز مثلا أريد أن أغير البرنامج إلى أن أجعل الطالبة تختار المكونات المادية إذا اختارت الطالبة مكون مادي نحن نعرف أن المكونات المادية هي الماوس والكيبورد والمونيتر وغير ذلك فإذا اختارت الطالبة تكسب نقطة وإذا اختارت مكون برمجي أو برنامج تخسر نقطة نقوم فقط بتغيير الصور مثلا بدل الموز من المظاهر طبعا لا أختار من المكتبة لأن الصور التي أريدها غير موجودة ممكن أن أحمل بعض الصور من النت عندي صورة طابعة مثلا هذه الصورة الطابعة في الخلف بدل هذه الصورة يمكن تحميل صورة ماوس مثلا يمكن تصغيرها بدل هذه الصورة أيضا عندي صورة مايك كبيرة جدا يمكن تصغيرها وأخيرا يمكن تصغيرها بذلك استبدلت كل موزة بمكون مادي نستبدل كل كعكة أو كل دونت بمكون برمجي من المظاهر أيضا أضع صورة الورد مثلا برنامج الورد وغير المظهر هنا إلى تويتر عندي صورة البرنامج هنا كبيرة ممكن أصغرها نشغل اللعبة الآن طيب نلاحظ هناك مشكلة في أن نلاحظ هناك مشكلة في البرنامج نعود إلى البرمجة البرمجة تقول إذا كان الشكل مثلا هذه شكل الطابعة إذا كان الشكل يلامس اللون هذا اللون في الأسفل فيحدث أمر معين طيب بالنسبة لهذا اللون كان يناسب الخلفية السابقة لكي أجعل هنا نفس هذا اللون يمكن أن أفعل التالي أذهب إلى المنصة وأضع في الأسفل مثلا أختار هذا اللون أرسم مستطيل في الأسفل طبعا نلاحظ وجود المستطيل نعود مرة أخرى إلى الأشكال البرمجة نضغط ضغط هنا ثم على اللون الذي أضفنا في كل كائن من هذه الكائنات ننقر نقر هنا ثم نقر على اللون الذي أضفنا نشغل اللعبة الآن طيب نلاحظ أن اللعبة سريعة جدا ممكن تعديل بسيط إضافة لبنة انتظار ولكن دقيقة جدا عفوا ثانية جدا كبيرة ممكن جعلها خمسة من مية يمكن إضافتها هنا وهنا وهنا وأخيرا هنا طبعا أين نضيفها نضيفها بعد تغيير الموضع طبعا تغيير الموضع دا بأن الكائن يتنازل ينزل للأسفل بمقدار عشرة في كل مرة نضيفها هنا فلا بد أن أفهم الكود قبل أن أعدل عليه نجرب الآن نلاحظ أن طيب تعديل آخر تعديل آخر يمكن أن أجعل الصوت مختلف مثلا عند المكون البرمجي يظهر صوت وعند المكون المادي يظهر صوت آخر نغير مثلا صوت المكون البرمجي نضيف صوت آخر غير الصوت الموجود هذا الصوت مثلا مناسب نفس الصوت أيضا نفس الصوت نضيفه على المكون البرمجي الآخر نغير الصوت هنا ونغير الصوت في الورد طيب نشغل الآن لاحظ طيب يمكن أيضا نوضع مثلا عداد بحيث أنه البرنامج إذا وصل مثلا إلى عشرين ثانية ينتهي بإضافة متغير نسمي مثلا توقيت نقوم ببرمجته على الكائن الأساسي في اللعبة نجعل المساوي للصفر في البداية ثم نريده كما قلنا عشرين ثانية في كل مرة في كل مرة ممكن نغيره بمقدار واحد ولا ننسى أن نضيف لبنة الانتظار موسيقى نسمي مثلا نسمي مثلا نسمي مثلا لبنة الانتظار الاشكال تنزل فلابد هنا من وضع امر اوقف الكل جميل ان قبل ان اضع هذا الامر اضع صوت صوت معين معلنا انتهاء اللعبة مثلا هذا صوت نجرب الان نلاحظ ظهور عفوا صدور صوت وانتهاء اللعبة